بعض مخالفين في الجلسات الماضية من فرط جهلهم وسذاجتهم اعترضوا علينا في مداخلاتهم معنا اعترضوا علينا في رميه بالنفاق قائلين كيف يكونوا منافقا وقد انتدبه امامكم علي بن ابي طالب عليهم السلام ممثلا عنه في التحكيم او ينتدب الامام المعصوم احدا من المنافقين وبعضهم حاول ان يتحذلق يعني فلما كان يتصل ويتداخل يقول ما قولك في علي بن ابي طالب امعصوم هو ام لا مثلا يعني كأنه يريد ان يلزمني بشيء هذا من فرض جهله وسذاجته ونحن كنا قد قلنا وكررنا ان امير المؤمنين عليه السلام لم ينتدب ابا موسى ولا كانت له رغبة فيه في الحقيقة وانما الجأ الى ذلك وانا فان علي صلوات الله عليه نظرته انجاز التعبير لابي موسى الاشعري عليه لعنة الله انه ملحد الى هذه الدرجة ليس فقط منافق هذا ما نؤمن به نحن وما نرويه عن امامنا صلوات الله عليه فقد ورد في الاصول اصول الكافي وورد كذلك في نهج البلاغة كتابه عليه السلام الذي وجهه لابي موسى الاشعري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اذ بلغه ان ابا موسى هذا يثبت الناس عن نصرته في الجمل فكتب اليه هذا الكتاب وانا اتلو على مسامعكم نصه ومن كتاب كتبه عليه السلام الى ابي موسى الاشعري وهو عامله على الكوفة وقد بلغه عنه تثبيطه الناس عن الخروج اليه لما ندبهم لحرب اصحاب الجمل هذا نص الكتاب من عبد الله علي امير المؤمنين الى عبد الله بن قيس اما بعد فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك فاذا قدم عليك رسولي فارفع ذيلك واشدد مئزرك واخرج من جحرك وعليكم السلام ورحمة الله واندب من معك فإن حققت فانفذ وإن تفشلت فابعد وأيم الله لتؤتين حيث أنت يهدده ولا تترك حتى يخلط زبدك بخاثرك وذائبك بجامدك وحتى تعجل عن قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك وما هي بالهوين التي ترجو ما راح تكون قضية هينة ترى ولكنها الداهية الكبرى يركب جملها ويذل صعبها ويسهل جبلها فاعقل عقلك واملك أمرك وخذ نصيبك وحظك فإن كرهت فتنح إلى غير رحب ولا في نجاه يدعو عليه فبالحري لتكفين وأنت نائم حتى لا يقال أين فلان والله إنه لحق مع محق يعني نفسه الشريفة وما أبالي ما صنع الملحدون والسلام لاحظتم كلامه صلوات الله عليه في أبي موسى وما أبالي ما صنع الملحدون أبو موسى هذا واحد من الملحدين منافق يبطن الإلحاد لكنه يظهر الإسلام فإذا هذه نظرة علي عليه السلام وتقييمه لشخصية أبي موسى الأشعر هل انتدبه للتحكيم؟ كلا أبدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذا الأمر متفق عليه في الحقيقة لكن ماذا نفعل مع أولئك الجهلة الذين يتداخلون بغير علم إن الذين أثبتوا أن علي عليه السلام كان قد أبى تولية أبي موسى أمر التحكيم هم من الفريقين في الحقيقة وهانذا أذكر بعض تصريحاتهم ومنقولاتهم في ذلك منها مثلا ما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام في المجلد الثالث الصفحة 548 حيث ذكر رواية فيها أن ابن عباس لما اعترض على تحكيم أبي موسى الأشعري قال له أمير المؤمنين عليه السلام يا ابن عباس ما أصنع إنما أوت من قبل أصحابي إنما أوت من أصحابي كل هذا بسبب هؤلاء لما يسمعون الكلام قد ضعفت نيتهم يعني نيتهم في الجهاد ونيتهم في الإخلاص لإمامهم عليه السلام قد ضعفت نيتهم وكلوا في الحرب هذا الأشعث بن قيسي يقول لا يكون فيها مضريان أبدا حتى يكون أحدهما يمان باعتبار أن الأشعري يماني وعمر بن العاص مضري فيقول نحن لا نقبل ولشعث بن قيس يماني يريد يعني شخصا من قومه يدخل في التحكيم هذه ذريعته فبيّن أمير المؤمنين عليه السلام هذا الأمر لابن عباس وهنا يقول ابن عباس فعذرته عذرت علي عليه السلام وعرفت أنه مضطهد شايف إمام تضطهده رعيته هذا علي بن عبي طال عليه السلام وعرفت أنه مضطهد وأن أصحابه لا نية لهم هذا ما ذكره الذهبي الحقيقة هذه معروفة مفروغ منها في الحقيقة مثلا ذكر محمد الخضر الشنقيطي وهو من أكابر علمائهم في كتابه كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري في المجلد الأول الصفحة 478 يقول وهو يترجم لحياة أبي موسى الأشعري يقول فنزل أبو موسى حينئذ بالكوفة وسكن بها فلما دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص ولوا أبو موسى وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه عليهم فأقره عثمان على الكوفة إلى أن مات فعزله علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنها صلوات الله عليه فلم يزل واجدا منها على علي يعني غاضبا على علي عليه السلام حتى جاء منه ما قال حذيفة قال ابن عبد البر روي فيه لحذيفة كلام كرهت ذكرة ينقل هنا مقولة ابن عبد البر التي مرت معنا ثم يقول الشنقيطي وغلب أهل اليمن عليا في إرساله في التحكيم ثم كان من أمره يوم التحكيم ما كان إذن لم يكن إرساله إلى التحكيم رغبة من علي صلوات الله عليه فيه بل غلبه أهل اليمن على حد تعبير الشنقيطي فأنت قبل أن تتداخل وأن تحاول إلزامنا بشيء والإشكال علينا بشيء ألا قرأت على الأقل كتبك يعني لا تقرأ كتبنا على الأقل اقرأ كتبك وانظر ما الذي قاله علماؤك الذين تحتجوا بهم ثم هبن علي عليه السلام استعان به في قضية التحكيم أنا قدمت لكم أنه أراد أن يستعين بمن ابن عباس فالحقيقة وابن عباس عندنا أيضا ليس من الصالحين يعني عندما أقول عندنا أنا أقصد شخصي المتواضع لأنه جمهرة علماء الشيعة يقولون بصلاحه لكن عندي أنه من الطالحين وأنه من المذمومين بل من المنافقين ثم ماذا الاستعانة بالمنافق أمر مشروع ولطال ما حصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أمير المؤمنين عليه السلام ومن الأئمة الطاهرين عليهم والسلام بل أنتم يا معشر الناصبة المخالفين ترون عن إمامكم الطاغية الثاني عمر بن الخطاب أنه كان يقول نستعين بقوة المنافق وإثمه عليه ثم ماذا يعني لا مانع من ذلك إذا كان ذلك يحقق المصلحة الدينية العليا ألم يكن في جيش رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقاتل الكفار والفجار منافقون بالضرورة هذا لا يدفعه دافع فكيف استعان بهم رسول الله صلى الله عليه وآله في قتال أهل الشرك هذا من ذلك فإذا لا حجة للمحتج بأن علي عليه السلام أراد تولية أبي موسى أمر التحكيم في أن ذلك دال على إيمانه فالحقيقة أنه عليه السلام ما أراد بل غلب على ذلك من أصحابه من أهل اليمن كان كارها لهذا وعندنا في الروايات أنه قال إذا عصيتموني فافعلوا ما شئتم الله أصبح وهب أنه بالفعل كان راضياً بذلك فهذا لا يلزم منه بالضرورة أن الرجل مؤمن ترجمة نانسي قنقسي 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 قنقشاق